فريق الجهد الخدمي والهندسي يستمر بالأعمال البلدية في المناطق المشمولة بحملته الخدمية أعمال تطوير منطقة دوانم الشعلة شارفت على الانتهاء بعد إنجاز البناء التحتية كشبكات الماء والمجاري والكهرباء والانتقال إلى مرحلة رص الأرصفة تمهيداً لمرحلة الإكساء نعم هذه الخدمة منطبت إحنا صارنا تقريباً بالثلاثين سنة هذه الخدمة ما واصلتنا فهذا الحمد لله يعني أكو تحسن والجهد يعني مشكورين إحنا من الأمانة والهيئة الحشد والبلدية ما مقصرين ما قصروا ويانا والله العظيم ما كو يشتهلون من الصباح للليل الفروع بلطوها المجاري شووها ما يجابوننا الأعمال في منطقة شاكر العاني هي الأخرى تشهد تقدماً ملحوظاً فأكثر الأزقة تم رصفها بالطابوق المقرنص أما الأزقة الأخرى فيتواصل العمل بها لإنجازها وفق الخطة التي رسمتها هندسة الحجد الشعبي وملاكات أمانة بغداد أول مسارة لحد الآن مهمولة بصراحة يعني إجاد الحكومات السابقة ما أحد يعني داري لهبال أو ما أحد منتبع عليه أصلاً فهذا خلال هذه الفترة الجهود المفذولة مشكورة من قبل الحكومة والمعنيين والقاعمين على الإنجاز ويوماً بعد آخر تتسع دائرة المناطق المشمولة بأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي في بغداد والمحافظات بهدف تقديم الخدمات لها وإنهاء معاناة أهليها جراء نقص الخدمات طوال السنوات الماضية من بغداد محمد جبار العراقي الإخبارية